موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا داهم القحطاني وحييكم في حلقة جديدة من برامج خليج العرب مع ارتفاع نسب التضخم في العالم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وأسباب أخرى تسعى الحكومات الخليجية إلى التخفيف من ارتفاع أسعار المواد المستوردة ومع استمرار الأزمة الأوكرانية تأثرت العلاقات التجارية بين دول الخليج وموسكو وكييف تأثيرات طفيفة انعكست على الأسعار وميزان الواردات والصادرات فما أبرز انعكسات الأزمة الأوكرانية على الدول الخليجية وكيف تعاملت معها الحكومات هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي في الاستيديو الدكتور أيهاب سعد أستاذ الاقتصاد في معهد الدوحة للدراسات العليا ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير لم تكن دول مجلس التعاون الخليجي بمنأ عن التأثيرات التي أصابت الاقتصاد العالمي على خلفية الأحداث التي عصفت بالساحة الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا إضافة إلى تداعيات وباء كورونا تقديرات صندوق النقد الدولي رشح الدول الخليج لتحقيق مكاسب مالية تقارب تريليون وثلاثمائة مليار دولار من عائدات النفط والغاز خلال السنوات الأربع القادمة يحدث هذا في وقت بلغ فائض الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 366 مليار دولار وعلى الرغم من أن النفط الذي شهدت أسعاره ارتفاعات قياسية يشكل الرافض الأساسية لاقتصادات دول الخليج إلا أن طفرة أسعار النفط لم تعفي دول المنطقة من التأثر بالتدخم الذي أصاب كبريات الاقتصادات في العالم مستويات التدخم في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت على خلفية تعطل سلاسل إمداد الغذاء وما رافقه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات حول العالم وسجلت دول الخليج نسبة تدخم متقاربة تروحت بين 3 و 6% وهي أقل بكثير من النسب المسجلة عالميا وحرصت دول الخليج وفي مقدمتها دولة قطر التي تستعد لاحتضان أكبر حدث رياضي عالمي على أراضيها حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات للحض من التدخم ومنها ضمان توفر السلع الأساسية كالمواد الغذائية ومراقبة الأسعار اختلاف نسب التدخم بين عضاء مجلس التعاون الخليجي دفع كل دولة لبحث خياراتها الخاصة بمكافحته من خلال العمل على تطوير سياسات منفردة لمعالجة التدخم المتزايد ووقف نزيف احتياطات النقد الأجنبي وتعزيز موازناتها المالية في ظل زيادة عائداتها من الصادرات النفطية دكتور أيهب حياتك مرة أخرى في برنامج خليج العرب يليت في البداية دكتور يعني انبسط مصطلح التضخم وتأثيره على حياة المواطن العادي كمدغل الحديث تمام شكرا في البداية على استضافة لنقاش هذا الموضوع المهم والحساس إن لم يكن حديث الساعة على ما أعتقد بين العامة والحكومات والمؤسسات الدولية بداية لنعرف التضخم ما هو التضخم بشكل بسيط ومقتصر التضخم هو الارتفاع المستمر في الأسعار لا نتكلم عن سعر سلعة معينة هي الأسعار بشكل عام أو بشكل أخص هي مجموعة من السلعة والخدمات يتم اختيارها من قبل اقتصاديين وبالتالي يقومون بحساب تكلفة هذه المجموعة من السعر والخدمات كل شهر أو كل سنة ويقارنون بين تكلفة هذه السعر والخدمات بشكل شهري أو سنوي نعم، طيب الآن أسباب التضخم في العالم نقرأ في التقارير الإخبارية بشكل مضطرد مضطرد أن هناك تضخم ربما غير مسبوك أو بمعدلات عالية لتوضحنا خريطة التضخم في العالم قبل أن نناقش التضخم في دول الخليج نعم، في الحقيقة هذا سؤال مهم ومهير قبل أن نبدأ بتوضيح خريطة التضخم أو مانسف التضخم في المناطق المختلفة وفي الدول المختلفة أنا برأي مهم أن نفهم أسباب التضخم بشكل عام قبل أن نتطرك للحرب الروسية الأقرانية وتأثيرها على منطقة الخليج بشكل عام تاريخياً هناك سببين أساسيين للتضخم السبب الأول مربوط بجانب العرض بمعنى أن الاقتصاد يعيش حالاً من الانتعاش مما يزيد من القوة الشرائية للمستحركين لا يقابله زيادة في الإنتاج مما يعمل ضغط على الأسعار وبالتالي ترتفع الأسعار هذا الجامل مربوط بالعرض هناك حالات في التاريخ علمتنا أيضاً أن التضخم ممكن أن ينتج بسبب مشاكل في العرض بمعنى أن يكون هناك ارتفاع في تكلفة الإنتاج أو يكون هناك نقص في العرض مما أيضاً يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار هناك حالة ثالثة وهي السببين معاً أن يكون في سبب متعلق بالعرض وسبب متعلق بالطلب وبالتالي السببين معاً يدفعان إلى زيادة الأسعار هذا بشكل مختصر عن أهم أسباب التضخم التي يمكن أن تصيب دولة أو منطقة معينة إذا ننطلع للتضخم الآن الآن معظم دول العالم تشهد نسب تضخم عالي جداً ممكن أن تكون الأعلى منذ 40 و50 سنة وهذا ليس حصراً على دول المنطقة كما ينظر دول أمريكا، أوروبا، أمريكا اللاتينية، شرق آسيا، مناطق خليج، مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريكا كلها تشهد معدلة التضخم مرتفعة جداً طبعاً هناك تباين في أرقام التضخم بعض الدول كما نعرف أرقام التضخم فيها ممكن أن تصل إلى 40 و50% مثل نحكي عن لبنان، تركيا، السودان معدلة التضخم هائلة حتى أكثر من 100% في بعض الأوقات نحكي عن أوروبا وأمريكا نسب التضخم فيها حالياً بين 8% إلى 10% وهي أرقام أيضاً مرتفعة جداً تاريخياً التضخم بأمريكا قبل 2009-2008 كان بحدود 2% حقيقةً قبل 2019 كان عندنا مشكلة لا تضخم كان في مشكلة أنه لا يوجد ارتفاع بزياد الأسعار فكانت مشكلة معاكسة المشكلة ولكن هذا موضوع آخر إذا طلعنا على منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي أيضاً في تفاوض بالأرقام منطقة الخليج هي من أقل المناطق نسبة التضخم فيها يجب أن أقل النسب في المنطقة أو في العالم حالياً؟ حالياً هي تتراوح بين منحكي عن 2022 بين الثلاثة للخمسة ونصف أو ستة بالمئة وهذه تعتبر عادية أو مرتفعة؟ هي مرتفعة ولكن مقارنة مع الدول الأخرى وما تشهدها المناطق الأخرى هي أقل ارتفاعاً هي أقل ارتفاعاً من المناطق الأخرى يعني 5% يعتبر نسبة التضخم مرتفعة عندنا مناطق زي الأردن أو مصر مصر مثلاً التضخم فيها أعلى من 10% تقريباً المغرب، تونس، ممكن توصل بين 10% و 15% دكتور، نتكلم الآن عن سبب مركزي لحال التضخم في العالم أو أسباب متعددة في كل منطقة هل هناك موضعين هون مهمين في السبب العالمي وهل هناك سبب موضعي الذي يساهم في هذا التبايد في معدرة التضخم بين الدول نفكر بالسبب الرئيسي لارتفاع معدرة التضخم في العالم هو أزمة كورونا وتبعاتها وأيضاً لاحقاً الحرب الروسية الأوكرانية للتوضيح، إذا أريد أن نوضح كيف ساهمت أزمة كورونا في ارتفاع معدرة التضخم لأننا نشهد ارتفاع في معدرة التضخم حتى من قبل الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في 2020 شهر شباط آخر شباط تقريباً التضخم كان يرتفع بشكل مضطرد قبل ذلك اللي حدث في أزمة كورونا تذكر السببين اللي أنا ذكرت عن موضوع العرض والطلب في الحقيقة السببين العرض والطلب عملوا مع بعض لخلق حالة التضخم كيف؟ الغلاقات المستمرة وسياسات التباعد الاجتماعي بسبب أزمة كورونا خلقت مشاكل في الإنتاج مشاكل حقيقية في الإنتاج في سلاسل الإنتاج العالمي ما يسمى السبلاي تشين سلاسل التوريد التوريد العالمي السبلاي تشين خلقت مشاكل حقيقية كان في ضعو بالإنتاج نفسه وكمان هذا زاد من تكلفة الشحل بشكل هائل التكلفة الإنتاج ارتفعت والإنتاج نفسه قل مما ضغط على الأسار بنفس الوقت مع تقريبا نهاية كورونا أو حتى مقابل الحكومات بالتأكيد عملت على دعم اقتصادياتها للتخفيف من أزمة كورونا هذا ممكن خلنا نحكي سياسات مالية معينة يعني للتبسيط ممكن بعض الحكومات زي الحكومة الأمريكية كانت توضع فلوس مباشرة في حسابات المستهلك الأمريكي هذا زاد من القوة الشرائية لهم فزاد من العرض فكان في زيادة في العرض وكان في ضعو بالإنتاج السببين معا شكلها دافع ورافع للتدخم نحن لازم في السبب المركزي السبب المركزي نعم السبب المركزي السبب المركزي هو كورونا والسياسات الكوكومية والمالية التي تبعت كورونا هل هذا سبب أدى لارتفاع التدخم بكل العالم لأن الاقتصادية العالم مربوطة معنا وخاصا بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي الآن لماذا يوجد تباين بهذا التدخم؟ هو التباين سببه الأساسي مدى انكشاف الدول للاقتصاد العالمي والسياسات التي تتبع كل دولة لمحاربة أو كدرتها حتى كل دولة التباين ستعتمد على قدرتها على اتباع السياسات معينة لمحاربة هذا التدخم أو للتقليل من أثره مدى انكشاف المعنى ضعفها أمام الاقتصاد العالمي؟ نعم إذا نحكي عن السبب العام أو الحرب الأوكرانية تحديدا الأوكرانية الروسية المشاهدة الآن يتكلم عن معنى الانكشاف نعم نحن نفهمها بس نريد المشاهدة نفهم تحديدا المعنى منها يعني هلأ لنحكي أنه في ناطي تبسيطا مثلا لنفرض أنه في دورة معينة اقتصادها مغلق نوعا ما لا تتعامل مع العالم بشكل كبير فالتأثيرات الحاصلة في العالم سيكون لها أثر بسيط على هذا الاقتصاد اللي هو منعزل تقريبا بينما لو نحكي على دولة منفتها على العالم لها حركة تجارية كبيرة وهائلة مع باقي دول العالم مثل تركيا مثلا مثل تركيا معظم دول العالم فأي أزمة تحدث بالعالم ستأثر بشكل مباشر على هذه الدولة يعني الأزمة ممكن أن لا تكون مفتعلة من الاقتصاد أو بسبب داخلي هي بسبب خارجي خارج عن إرادة الدولة ولكن مدى انكشافها لهذا السبب يعتمد على الاقتصاد نفسه وعلى السياسة والجغرافية إلى آخر طبقا هذا على الدول العربية وتحديدا دول الخليج يعني نتكلم عن الدول العربية فدول الخليج أسباب التضخم مباشرة هل هي تتعلق بالسياسات الخاطئة أم الانكشاف على الاقتصاد العالمي؟ أكيد لا تتعلق بالسياسات الخاطئة أو الجزء الأكبر منها على الأقل إذا نتكلم عن التضخم الحالي الذي تدأ بأزمة كورونا واستمر بسبب الحرب الروسية الأموالية إذا نتكلم عن دول الخليج مثلا تحديدا دول الخليج زي ما حكيت أنا مسبقا أن نسب التضخم في دول الخليج يبدو أو تبدو أنها أقل من نسب التضخم في باقي دول منطقة الشرق الأوسط أو حتى في معظم دول العالم فالسؤال الذي يسأل نفسه هنا ما السبب؟ أنا برأيي إذا نحصر التحليل لنفكر بـ 2022 مثلا وأزمة كورونا وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية لأن معظم الحديثة عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على التضخم فالحرب الروسية الأوكرانية ساهمت أو بطأت من التعافي الاقتصادي الذي كان سبب أزمة كورونا فكان في توقعاته بـ 2022 أن سلاسل الإمداد العالمي ترجع لطبيعتها تكلفها ولكن الحرب ساهمت في إبقاء الوضع على ما عليه وقللت من رجوع الحال إلى ما قابل كورونا أو التبطيء في هذا الموضوع الآن لنفهم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية أنا برأيي ممكن فهمها عن طريق ذلك الطريق له هو التأثير العام على الاقتصاد العالمي وبالتالي هذا تأثير موحد على كل دول العالم بمعنى أن مشكلة في الاقتصاد الروسي هي مثلاً اقتصاد مهم في تصدير النفط في حرب هذا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط هذا سيأثر على معظم الدول تقريباً بشكل النفط والغاز النفط والغاز والمواد الغذائية أيضاً مواد الغذائية جزء مهم روسيا وأوكرانيا منتجين مهمين للمواد الغذائية والنفط الآن هناك تأثير خاص أو تأثير تبايني لهذه الحرب على الدول حسب انكشاف هذه الدولة نفسها لروسيا وأوكرانيا بمثلاً معنى دولة تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي سوف تتأثر بالحرف الشكل أكبر من دولة أخرى مثل أوروبا دول الخليج بعيد عن هذا السيناديو إذا ننظر لدول الخليج ومدى انكشافها فأنا من بعض الأبحاث التي أجريتها فلنطلع مثلاً على حجم التجارة الدولية بين دول الخليج وروسيا وأوكرانيا مثلاً بلغت واردات قطر لنحكي ذلك مثلاً على سبيل المثال من روسيا حوالي 1% من مجموعة الواردات في 2021 فقط 1% من واردات قطر العامة تأتي من أو الكلية تأتي من روسيا الرقم أقل بكثير طبعاً من أوكرانيا نفس الشيء بالنسبة للسعودية للإمارات وإلى آخره فواضح أن حجم التبادل التجاري بين مناطق أو دول الخليج العربي وروسيا وأوكرانيا ليس بالكبير الحجم الكل مقارنة مع حجم التجارة الواردات العالمية السبب الآخر هو إذا اطلعنا على واردات المواد الغذائية تحديداً لأن هناك موضوع حساس أن معظم الناس ومفكرين يفكرون أن تأثير الحرب على أسعار المواد الغذائية كان له الأثر الأكبر في رفع الأسعار وهذا صحيح أسعار المواد الغذائية ارتفعت كون روسيا وأوكرانيا منتجين مهمين للمواد الغذائية ولكن إذا اطلعنا أيضاً على واردات مثلاً القمح من روسيا وأوكرانيا واردات دول الخليج من القمح من روسيا وأوكرانيا أيضاً لم تكن كبيرة هي كبيرة ولكن نسبتها ممكن 10% في بعض الأحيان أنا أتحدث عن 2021 فواضح أن معدل الإنكشاف ليس كبير لدولة روسيا وأوكرانيا ومع ذلك سكان دول الخليج العربية يشعرون بارتفاع الأسعار وتغير تدريجي تأكيد يوجد ارتفاع نحن نقارن لماذا هناك تفاوت وتباين في الارتفاع الأسعار بين مثلاً دول الخليج ودولة نفس مصر أو تونس لحكينا أن نسبة تضخم فيها لا نريد أن نحكي عن لبنان لأنها حالة خاصة في دولقية أو أوروبا مثلاً كمان بسبب اتصال المباشر بروسيا ومن خلاله لذلك ولكن دولة زي مصر وتونس سننتبه في عاملين مهمين هنا إذكرنا قبل ما نحكي عن سياسة الدولة نحكي عن عوامل خارجية التي ليس للدول نفسها تحكم بها هذا عامل صدمة خارجية أصابة الاقتصاد لنفرق مصر وتونس أولاً صادرات المواد القرائية القمح والزيوت وكذا من روسيا وأوكرانيا عالي جداً تبلغ أحياناً نسبتها 30% من صادرات مثلاً تونس واردات أسف واردات تونس من القمح والزيوت وإلى خيره من روسيا وأوكرانيا فواضح أنه فيه درجة تعاون وحركة تجارية كبيرة وبالتالي أي صدمة تصيب الاقتصاد الروسي أو الأوكراني سوف تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التونسي والمصري مثلاً أو المغربي والموضوع الثاني الأهم لأنه زي ما حكينا أنه التضخم نحن منقيس معدل أسعار لمجموعة من السرع والخدمات المجموعة السرع والخدمات في دول الخليج العربي متنوعة يعني نسبة استهلاك المواد الغذائية من مجموعة السرع والخدمات في الخليج العربي قليل من مجموعة الاستهلاك بينما نحن إلى دولة نفس المغرب ممكن الإنفاق على المواد الغذائية يصل إلى 30% من إجمال الإنفاق على المستهلك وبالتالي أي تغير في سارة المواد الغذائية سوف ينعكس بشكل كبير على تكلفة سلة السرع والخدمات التي نستخدمها لكياس التضخم وبالتالي يزيد يزيد التكلفة والتضخم لنفرض أن الزيادة في الأسعار كانت هي نفسها في أسعار المواد الغذائية بقطر والمغرب ولكن لأنه نسبة إنفاق المستهلك المغربي على المواد الغذائية عالي أعلى بكثير فهذا سنعكس على تكلفة أعلى لها سلة المواد الغذائية إذا جئنا نتكلم عن سياسات دول الخليج في التعامل مع هذه الأزمة بشكل عام ومع الارتفاع البطيء لكن الواضح لمعدلة تضخم فيها تضخم الأسعار هذا أنا أيضا برأي ساهم في فهم أو يساعدنا على فهم خارطة للضخم العالمي كيف تعاملت الدول مع التضخم؟ كيف حاولت الدول على تخفيض معدلة التضخم؟ واحد واثنين ما هي السياسات التي اتبعتها للتخفيف من آثار التضخم على المستهلك وعلى الاقتصاد؟ نعم إذا نحكي عن سياسات الدول للحد من التضخم أو محاولة تخفيف التضخم طبعا هذا يعتمد على شيء مهم على كدرة الدول على التعامل مع هذا الموضوع الذي حدث في دول الخليج أن كان لها كدرة فريدة من نوحة بسبب طبيعة الذي يحدث الآن في الاقتصاد العالمي على التعامل مع التضخم أكثر من دول باقي شركة الأوسط نعم التضخم جزء كبير منه جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط هذا أدى إلى تحسين مدخلات دول الخليج بشكل كبير نعم هذا تحسين الإيرادات والوجود فكان فيه هامش لهذا الدول باتخاذ بعض الإجراءات ممكن إجراءات داعم بعض المواد الغدائية لم نلوح الارتفاع لأسعار النفط هنا أو البلد بشكل كبير فهذا أعطى كدرة بينما الدول الأخرى الدول مستوردة للبترول نعم أثر الأزمة كان عليها مضاعف العكس تماما العكس تماما ارتفاع أسعار البترول أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات عجز في الميزان التجاري أيضا إلى ضعف العملة ما ننسى أن الدولار حاليا عن بكوة بشكل عالمي وهذا من مصلحة دول الخليج أو نوعا ما لأن معظم صادرات دول الخليج بالدول خصوصا ولكن الدول الأخرى صار يضع صار يضع بالعمل المحلي هذا أدى إلى كمال ارتفاع مضاعف أيضا بالأسعار وعجز تجاري طيب إذا نتكلم على المستقبل المنظور يعني خلال ستة شهر المقبلة فيه يعني كلام عن تصعيد عسكري بين أوكرانيا وروسيا أو روسيا والدول الغربية هل تعتقد أن دول الخليج عندها القدرة على المحافظة على هذا التعامل الجيد مع الأزمة أم أن هناك عوامل خارجية راح تزيد من معدلات التضخم وتجعله يلحق بالركب العالمي طبعا صعب التنبؤ هذا يمكن أن نجو حرب طاحنة وشاملة لا سمح الله إن شاء الله ولكن أنا برأيي أنه لا يمكن احتواء الأزمة بشكل كامل بغض النظر لأي دولة في العالم يعني حتى نشاهد مثلا الاقتصاد الأمريكي اللي هو أعظم اقتصاد في العالم وهناك مشاكل حقيقة الاحتواء الأزمة ومع أنه الاقتصاد الأمريكي يمتاز بقدرته على التحكم في اقتصاده بعكس الاقتصادات الأخرى من خلال السياسات المالية المتبعة كون الدولار هو عمل دولي وأي سياسة تتباح سياسة مالية تتباح الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر على باقي الدول والعكس ليس صحيح سياسة مصر المالية أو سياسة مالية لا تؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل أو بأخر ولكن أنا برأيي دول الخليج وضحها للتعامل حدث زي هيك سيكون أفضل بكثير من باقي الدول في المنطقة وممكن كمان أفضل بكثير من دول أوروبا طيب إذا تكلمنا عن الإجراءات التحوطية هل دول الخليج بحاجة إلى إجراءات تحوطية رئيسية ربما لم تقوم بها بعد هذا سؤال مهم حقيقة كيف يمكن للدول بشكل عام دول الخليج أو غيرها التعاون مع هذا الاقتصاد أو العولمة أو الاقتصاد العالمي الجديد إذا أنا بدأ ذكرك أستاذ أن حجم الاقتصاد الروسي والأوكراني معي لا يتعدى ثلاث ونصف من الاقتصاد العالمي فكيف يمكن لدولتين حجمهم لا يتعدى ثلاث ونصف أن يعملوا كل هذا التأثير على دول العالمي هذا برجع بذكرنا أن الاقتصاد العالمي يتغير العولمة بمعنىها الحقيقة نحن نشهدها الآن هذا هو تعريف العولمة الحرفي حدث في دولة صغيرة أو اقتصاد نسبيا صغير ثلاث ونصف نحكي عم بيأثر بكل هذا التأثير على دول العالم وعسكانها في مناطق متباعدة هل يمكن لدول أن تعزل نفسها عن الاقتصاد الدولي والعالمي بالتأثير أنا برأي هذا اليوم ممكن من المستحيلات هل يمكن التخفيف من أثر هذا الصدمات نعم تخفيف من أثرها وليس بالضرورة من الصدمة الأثرها من خلال مثلا إذا نحكي عن تضخم ونسب تضخم عالي فالمتضررين ممكن هم أصحاب الدخل المحدود ممكن سياسات معينة سياسات ضمان اجتماعي ممكن سياسات دعم لبعض المنشآت التي تضررت بشكل أكبر من غيرها وإلى آخره فبرأي نعم دول الخليج تستطيع وعندها الكدرة وخاصة في ظل ارتفاع سعر النفط على التخفيف من أثر الصدمات العالمية والدولية والله دكتور هذا موضوع متغير وإن شاء الله نعود له في حلقات مقبلة شاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج خليج العرب أشكر ضيفي في الستيديو والدكتور أيهاب سعد أستاذ الاقتصاد في معهد الدوحة للدراسات العلية ونلتقيكم بإذن الله في حلقات مقبلة ثمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة